اشتركوا في القناة ما بين تفاصيل كثيرة جدا أخطاء تحكمية تعادلات في جدول الدوري ضغوط في مباريات قرارات غريبة تفاصيل كتير قوي مرت على مدار هذا الموسم لكن في النهاية وإحنا بنبدأ الحلقة بعد أحداث الأمس لازم أبدأ بالإشادة بجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي دايما اللي فاهم واللي واعي واللي عارف كويس قوي مصلحة فرقته وعارف كويس قوي هذا الفريق قدر يحقق إيه خلال آخر سنتين لما العدلة التحكمية والاتحاد الإفريقي ابتدى يشتغل لصالح اللعبة شفنا بطلتين في أقل من عشر شهور فيها عدلة تحكمية فيها نظام فيها إدارة فإدارة الفريق اللي كان بيعاني في آخر خمس سنوات بالأخطاء التحكمية في القرى الإفريقية إدارة يحقق اتنين دور أبطال إفريقيا بعدما النظام أصبح موجود في القرى الإفريقية فريق فاز باتنين دور أبطال إفريقيا فريق فاز بالسوبر الإفريقي عنده سوبر إفريقي الشهر القادم فريق حقق البرونزية في كاس العالم الأندية ووضع اسم مصر في المحافل الدولية وخلى المسؤولين عن القرى المصرية يتواجدوا في منصات التتويج وفي المأسورة الرئيسية مع أكبر الشخصيات الرياضية دي نتائج الأهل خلال السنوات الأخيرة اللي بالتأكيد جمهوري النادي الأهل بيقدرها كويس قوي وعارف مصلحة فريقته وهيبني على ده للمرحلة اللي جاية مش بقول ده نتيجة مباراة ولا هدف لم يحتسب لا ده الأخطاء كتير وإحنا الحمد لله في الترند من قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان يعني بنتكلم في آخر أربع شهور اتكلمنا في أرقام وإحصائيات وقلنا معلومات وأخبار بتتقرر دلوقتي قلناها من زمان إذن لما كنا بنتكلم ما كناش بنتكلم بنان على نتائج كنا بنتكلم بنان على معلومات وأمور إحنا رصدينها بشكل كويس جدا ولما كنا بنتكلم كنا بنقولي الكلام ده لمصلحة القرى المصرية قبل مصلحة النادي الأهلي إذن المقياس بالنسبانا مش البطولة المقياس بالنسبانا هو مبدأ الفير بلي والعدالة والنظام والاحتراف للقرى المصرية بشكل عام جمهور النادي الأهلي وراء فرقته هنكمل التلات مباريات القادمين لسه الدوري موجود في الملعب على الورق لسه موجود في الملعب لكن بالشكل العام واضح المسابقة رايحها في أي اتجاه بعد الدوري بعد الأجندة لسه عندنا كاس مصر لسه عندنا السوبر المصري لسه عندنا السوبر الإفريخي إن شاء الله فبالتالي عندنا استحقاقات عندنا بطولات الفرق لما بتلعب عدد مباريات كبيرة أو بتبقى مجهدة نتيجة إنك بتلعب في بطولات كثيرة بتلعب في كل سنة على 5-6 بطولات عشان تفوص بال5-6 بطولات إذا فوصت ب4 أو 5 بتبقى زعلان قوي عشان خسرت بطولة لكن في نفس الوقت بتشوف انت خسرت البطولة إيه؟ لو في نسبة الفريق مسؤول عنها بتحاسب وبتجدد وبتجدد دوافعك للفترة اللي جاية لو في أخطاء تانية موازية مع أخطاء الفريق بتشوف بقى الأخطاء جاية منين؟ وبتحاول تعليجها وبتقفلها بالمرصاد لأنك مش هتسمح بده في أي مرحلة من المراحل حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة لكن أبدأ بسؤال حلقة اليوم وبالتأكيد كل السيدة المشاهدين بيشاركونا في الإجابة على هذا السؤال رأيكم في أداء التحكيم المصري في الدوري الموسم الحالي شاركوا معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الأهلي يطلب حكام أجانب في السوبر والكأس مصر وكمان في ترند الأهلي الفريق يوصل تدريباته بدون راحة وفي الترند العالمي إدارة ريفربول لتصق في تجديد عقد صلاح استعرض مباراة اليوم لسه طبعا استكمال مباراة الدوري نحن نتكلم في العشر تيام الأخيرة من عمر المسابقة الساعة 7 غزل المحلة هيستضيف الإنتاج الحربي وفي الساعة التاسعة من مساء اليوم مصر المقصة هيستضيف البنك الأهلي طيب مباراة اليوم أيضا في كأس الليبرتادوريس مباراة الربع النهائي فلمينجو البرازيلي الساعة 12 وربع من صباح اليوم بعد منتصف الليل هيستضيف أولمبيا بطل براجوي وأتليت كومينيرو البرازيلي الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم أو صباح الغد هيستضيف ريفر بليت بطل الأرجنتين طبعا مباراة الزهاب كلها كانت بتصبب صالح فلمينجو وأكليت كومينيرو بطل البرازيلي نتمنى إن شاء الله نرده نشوف مباراة ممتعة سواء في مباراة الدور المحلي أو حتى مباراة الكأس الليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لأن عندنا كلام مهم جدا ففقرة ترند ترند هنأكد على تفاصيل وكواليس ومعلمات قناها والنهاردة هنفجئكم حاجات جديدة متعلقة بمسابقة الدور العام وكيف تسير القرى المصرية خلال الفترة القادمة نحو الاتجاه الصحيح إذا كان البعض يسعى لتطوير القرى المصرية بالفعل نحو الاتجاه الصحيح كما فعل الاتحاد الإفريقي خلال السنة الأخيرة أو العام الأخير تحديدا في بطلاته ومسابقته أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند طبعا النهاردة بياننا رسمي مهم جدا من إدارة النادي الأهلي متعلقة بالطبع بالأحداث اللي حدست بالأمس وخلال الفترة الأخيرة من عمر مباريات الدور العام النادي الأهلي في بيان رسمي نطلب حكام أجانب لمبارياتنا في السوبر وكأس مصر لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد لن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى عظر النادي الأهلي بيانا جاء نصه كالتالي النادي الأهلي يحرص دائما على إعلاء المصلحة العامة والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية لسيما اتحاد القرى ولجانه بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكمية الفجة والمتكررة وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلاع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية أولا التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لعبوا الأهل وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين أيا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي وكأس مصر في الموسم الماضي ودوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2019-2020 والسوبر الإفريقي 2019-2020 ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم 2020-2021 بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر شهر 9 المقبل وكأس العالم الأندية التي ستقام باليابان في ديسمبر المقبل ثانيا لم نجد تفسيرا لتقرار الأخطاء التحكمية في مباريات الأهلي على وجه التحديد والتي أفقدت الفريق 15 نقطة في سباق الدوري وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة ثالثا قمنا بمخطبة اتحاد الكرة مرات عديدة وحذرنا من تقرار الأخطاء غير المقبولة للحكام والتي نسفت ببدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنفسة وتلقينا وعودا بتطوير منظومة التحكيم ورغم كل هذا ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عاقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية لم نتوقف عند هذه الأخطاء وأثرنا التحمل فوق الطاقة حرصا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبين بمثل هذه الأمور خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وزهني غير مسبوء بسبب ضغط المباريات وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى خاصة أن تراقم المباريات على فريق الأهلي كان لداع أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قرية رابعا إذا ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استخدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف بيان واضح والطلبات واضحة وسبق للنادي الأهلي وجه هذه الطلبات للتحاد الكرة لكن يبدو أن الردود اللي كانت بتيجي قبل كده لم يكن لها علاقة بأي عمل احترافي ننتظر الرد في هذه المرة عشان نعرف الرؤية الفترة اللي جاية القائمين على إدارة الاتحاد اللجنة السلسية المعينة من قبل الفيفا بتفكر زي في المرحلة اللي جاية طيب وانا بتكلم بقى على التفاصيل المتعلقة بالبيان هل الكلام كلام بشكل عام ولا الكلام فيه تفاصيل وفيه كواليس وفيه أخبار لا فيه أخبار لابد من الحلقة طاعة مع لجنة الحكام أولا لابد أن تكون لجنة الحكام لجنة مستقلة ثانيا لابد أن تكون لجنة الحكام لجنة حكام بمجتملاتها بشكل صحيح ثالثا والأهم لجنة الحكام اللي مسؤولة عن إدارة مباراة الدورة بتعيين الأطقم التحكمية لا يحق لها مرائبة الحكام ما ينفعش أنا أكون رئيس لجنة وانزل رائب على الاختيار اللي أنا اخترته ألف به لو حد بيفكر صح أنا كرئيس لجنة حكام لما حط مرائبين حكام في المباراة أجيب مرائب محايد يشوف اختياري أنا كرئيس لجنة الحكام ده مناسب ولا غير مناسب بالدرجة اللي بتحصل بعد نهاية المباراة لكن أنا رئيس لجنة أعين حكام وانزل رائب عليه ما ده اختياري أنا أكيد هتديله الدرجة الكاملة ليه اختياري هكشف إن اختياري غلط أكيد هكشف إن اختياري صح فبالتالي قالف به لما نتكلم عن لجنة الحكام لجنة الحكام هذا الموسم ارتكبت خطأ غريب جدا وغير مفهوم ان معظم اعضاء اللجنة هم اللي كانوا بيرقبوا على الحكام في مباراة الدوري العام ده جزء مهم جدا الجزء الثاني لو بنتكلم على الاخطاء التحكمية دائما وابدا يمكن الكل شايف الاخطاء التحكمية وعدد النقاط اللي نادي قالي فقضى خلال هذا الموسم الفكرة في 15 نقطة ولا الفكرة في 13 نقطة ولا نتكلم على عدد المباريات انا هديكم جدول كده بسيط ب15 نقطة فقدها الاهلي هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكمية للنهارج هقول المعيار مش الاخطاء التحكمية بس ده فيه حاجة اسوأ من كده قلناها قبل كده وبنأكدها تاني مباراة ودي دجلة الحكم احمد الغندور الفار الكابتن حسام عزب حجاج نجل سكرتير لجنة الحكام الكابتن عزب حجاج الاخطاء التحكمية ركل الجزاء عدد النقاط فقط نقطتين في مباراة دجلة شد احمد ربادان بيكان في ركلة الجزاء وضربة الجزاء وفيه فار والكابتن حسام عزب حجاج مخدش باله مطش البنك الاهلي 00 حكم محمد سلامة ميدو كان بعيد تماما على المباراة الدوري فجأة جيه في هذه المباراة وكان معاه عمر احمد الشناوي في تقنية الفيديو نجل الكابتن احمد الشناوي المحاضر الدولي وعضو لجنة الحكام السابق الغاء هدف وركل الجزاء ونقطتين فقدم الالي في مباراة البنك الاهلي مباراة تاب بيرامدس حكم المباراة جهات جريشا وحكم الفار طارق مجدي اللي تقررت اخطاءه في كل مباراة الالي في السنوات الاخيرة الغاء هدف لولتر بواليا وهدف صحيح مية في المية وركل الجزاء لمحمد شريف لا جهات جريشا شافها ولا طارق مجدي شاف ادي نقطتين كمان مباراة غزل المحلة اللي كانت في فترة شهر رمضان وكان الالي بلعب كل 48 ساعة واحد سفر للمحلة الحكم محمد معروف الحكم الدولي وسيد شعبان حكم تقنية الفيديو وسيد شعبان عمر مقدار مباراة في الدارة الممتهز دايما بيحكم مباراة الدرجة التانية كرطة احمر اللي مدافع المحلة وركل الجزاء الآلي فقط ثلاث نقاط ورجل الجزاء كتوضحة جدا للمحمد هني الزمالك التعادل الايجابي واحد واحد امين عمر حكم المباراة محمود عشور حكم تقنية الفيديو ركل الجزاء وفقدنا نقطتين اللي اسماعيلي نفس الامر واحد واحد حكم المباراة محمد الحنفي محمود عشور حاكم تقنية الفيديو وركل الجزاء وفقدنا نقطتين ركل الجزاء الأجايقة واضحة جدا مباراة طلاقة الجيش الأخيرة بالأمس الحاكم الشهير إبراهيم نور الدين اللي عنده مباراة في تصفات كاس العالم وعايز ألوكو الصحافة الموريتانية مستغربة من الاختيار إبراهيم نور الدين حاكم المباراة ومحمود باسيوني حاكم الدرجة التانية أو الدرجة الأولى ما بيحكمش دور ممتاز حاكم تقنية فيديو هدف لم يحتسب لصالح الآلة واضحة مش هقول بقى بتقنية السري دي لإن مباراة حنا كنت شايف تقنيات عبارة عن فور جي من السري دي أنا مباراة حشفت تقنية فور جي من السري دي بصراحة يعني هدف لم يحتسب وفقدنا نقطتين المجموعة النهائية خمستاشر نقطة طيب ممكن البعض يقول لك خمستاشر نقطة إيه الأخطاء التحكمية دي كلها طيب هي المفاجأة مش في الأخطاء التحكمية أصلا ممكن انت اللاجنة ترد عليك تقول لك إيه ما الخطأ التحكمي وارد ما انت في أفريقيا قبل كده كنت بتواجه أخطاء تحكمية احنا مش كنا بنشتيك من بكاري جسامة وبملكة سيمة جات لك نفس الأسامي بس بشخصيات مختلفة بوجوه مختلفة موجودة في الدورة المصر حالية الفكرة مش في الأخطاء التحكمية وفقدة خمستاشر نقطة بس الفكرة مين هم حكام تقنية الفيديو أنا في شهر رمضان اللي فات لما اتكلمت وطلعت إحصائية رسمية بعدد الحكام اللي أداره مباريات الأهلي من أول أسبوع للأسبوع الثمانتاشر نحن نتكلم في طمانتاشر أسبوع مش واحد وثلاثين لقيت خمسة وستين في المية من مباريات الأهلي حكام تقنية الفيديو معهش رخصة صفارة في مباريات الدوري يعني أنا أجيب حكم درجة أولى ودرجة تانية بيخرج دايما في حراسة الأمن يطلع لف تقنية الفيديو هو اللي يوجه الحكم الدولي يقوله صح ولا غلط كان حكام الدوليين على فكرة كانوا بيراجعوش اللقطات كتيرة جدا بسبب هذا الموقف بقى أنت حكم فيديو هترجعني وانت عمرك منزلت حكمتي في الدوري لاجنة الحكام عارفة ده عارفة التفاصيل دي بس كل كان بيكابر والكابتن وجيح بعد بنفسه طلع من كام يوم وقال لك كان عندي مشكلة حكام التقنية معهمش رخصة الصفارة في الدوري يا السلب ما احنا قلنا الكلام ده من زمان يا جماعة يا سيدي لو عندك المشكلة دي طول الدوري تعال على آخر ست أسابيع في الدوري حط حكام دوليين في كل المباريات عشان لما يحصل خطأ يا سيدي ما تلاقيش أنا بطلع مبرر وانت عملت الواجب بتاعك صح ما انت جايب لي حكم دولي في المعلب وحكم دولي في تقنية الفيديو لما يحصل حاجة بقى غلط ساعتا لقى انت عملت اللي عليك يبقى الخطأ البشري هنا من الحكم لكن ده انت مبارح التعينات اللي اخترتها احنا اتكلمنا عليها من قبل الماتش يعني ايا كانت النتيجة واللي احنا كنا حاسبينه حصل يعني انت مبارح جايب المساعد التاني في مباراة المنافس مع وادي دجلة كابتن رجب المساعد التاني حسب قورة خبطت في القائم او خبطت في العرضة ونزلت بعيد تماما عن خط المرمى ده حسرها هدف ده معقولة الكابتن رجب المساعد اللي كان موجود نمارح في ماتش المنافس مع دجلة مش حكم دولي حكم المباراة نفسه محمد الصباحي مش حكم دولي ازاي في مباراة حاسمة اجيب حكام مش دوليين في مباراة زي دي يعني لولا الفار هي الفكرة ان الشك بيفسر بهدف لصلاح المنافس ايه لان يزبط العكس طيب مع الاهل مش كده ليه يعني الاهل مبارح كورة زي دي يا عم طب اعمل مشهد تمثيلي اقعد دقتين تلاتة كنك بترجحها وفي الاخر ازبط ليه نامش جون اقول نامش جون لكن خمس ثواني على طول في قرار زي ده دي ايه يعني انا عايز افهم اولا ملعبش القورة لعب على رجل محمد شريف اهي يعني القورة واضحة شاط رجل محمد شريف في ماتش بيرامدز دي ايه خد القورة من شريف اكرامي واللي اتنين في ارتقاء مع بعض والقانون يتعدل في الجزائي دي فيش حاجة اسمها حماية حارس المرمى داخل منطيت الجزائي او داخل الستة يارضا ونفس الكورة في ماتش الانتاج والمقصة اتحاسة بتجون انتو ما يرقوا يا جماعة هو القانون بيتفصل ولا القانون ماشي ازاي وبعدين لو ما فيش تقنية الفيديو اقول ماشي لكن ده في تقنية انتو يا جماعة ازاي في تقنية فيديو والحاجات بتحصل معقولة طيب لما الالي يدير له لغاية شهر خمسة اللي فات تسعتاشر مباراة في الدوري ستة وعشر حكم في غرفة تقنية الفيديو ما بين حكم فيديو حكم في تقنية فيديو او مساعد من الستة وعشرين ستاشر منهم خد رخصة الفار لكن ما بيصفروش خالص في الدوري الممتاز ما بيحكموش مباراة في الدوري لا عمر الشنة هو حكم مباراة في الدوري ولا حسام عزب حاجات حكم مباراة في الدوري ولا باسيوني بقاله اربع خمس سنة بيحكمش مباراة في الدوري تحط حكم فار ولما تيجي مباراة كبيرة زي مباراة امباراة الاهل والجيش تجيب لي حكم دولي برامن وردين هاتلي يا سيدي حكم دولي معايا في تقنية الفيديو ما انت عندك نص مباراة الدوري نتائجها معروفة والدوري خلاص معظمه النتائج كلها معروفة وخلصانة مين هيهبط او الارب للهبط والمنافسة كلها مين عارف فين لكن تجيب لي حكام مش دوليين يجي لي خمس حكام دوليين بس في تقنية الفيديو في اول تسعتاشر مباراة خمس حكام بس ففي النهاية لما تلاقي الاخطاء دي قبل ما تبصها لاخطاءة التحكمية اعرف المعيار اللي على اساسه اللجنة اخترت بها لحكام اللجنة ما بتشتغلش بعمل محترف اللجنة بتنزل ترائب بنفسها على اختياراتها اللجنة بتحط حكام في مباراة غلط في الاقل لما يطلب حكام اجانب نفز له الطلب لان من سنتين لما الاقل يفاز بدوري 2019 كانت المنافسة اقوى من السنة دي بكتير الاقل كان بينفس بيراميز والزمالك وكانت المنافسة قوى جدا بيراميز والزمالك طلبه حكام اجانب وبراميز جاله حكام اجانب في 90% مباراة الدوري لكن لما جال حكام الاجانب في مباراة الدوري المصري الاقل فاز بالدوري ليه؟ لان الحكام الاجنبي مالوش اهواء الحكام نازل ما يعرفش مين اللجنة وما يعرفش مين كذا فالعدالة حسمت الدوري وقتها لصالح النادي الاقل فلما الاقل في الموسم الحالي يطلب حكام اجانب قزة مرة وترفض اطلع ارفض وقول ليه انت ما عندكش مبرر هتقول لي ما أنا جبت حاكم مصر في أهل وزمالك لا يا فندم أنت جبت واحد محمود البنة أفضل حاكم في مصر وسألته تحبي مين يكون معاك في تقنية الفيجي لأن ما فيش حاكم بيسق في حاكم في تقنية الفيجي وإنتوا عارفين كده وإنت كابت المجيب طلعته وقلت أنا سألته عشان يبقى جاي بحاكم معاه وجاب محمد عادل تمام؟ لكن بقى مباراة الدوري هل تقدر تعمل الاختيار ده؟ ما تقدرش تعمل ده لأنه ما عندكش إذن أنت ما عندكش فأنت عندك مشكلة عندك مشكلة اطلع اعترف وقل عند مشكلة لكن هترد عليها تقول لي ما لا مش ما فيش حكام أجانب يبقى أنت كده جاي تهزر أنت كده مش عايز تخلي المسابقة ماشى صح دي جزاية متعلقة بالتحكيم ومتعلقة بمسألة الحكام الأجانب في مباراة السوبر والدوري الفترة اللي جاي أو كأس مصر فكرة بقى لن نقبل بضغط المباراة بهذا الشكل أنا أعديكم أمثلة بسيطة جدا عشان أوريكم الدوري كان ماشي إزاي الأهل والزمالك كان ألعابه يوم 28-12 المباراة اتحاد القرى البيان ده أو التفاصيل دي من خلال إحصائية جمعتها من الصفحة الرسمية لاتحاد القرى لما كانت بتنزل الأخبار وتقولك المباراة تأجلت ليه والمباراة هتتلاعب إزاي في 28-12 أهل وزمالك كان معادها 28-12 تم استبدالها مباراة الأهل والاتحاد اللي كانت تلاعب 11-1 والتحاد القرى ما قالش ليه هو استبدالها وخلاص اللي قاله واسموحة تأجيل المباراة اللي كان مقرر لها يوم 16-12 يعني المطش اللي قاله واسموحة 16-12 أجلوا ليه ما قالش هنلعب مع النصر دور الـ 32 في كاس مصر المباراة وأنا ما بص على صفحة الاتحاد المباراة نلعبت 19-12 فجأة اتأجلت فجأة اتأجلت طب أنا على لعب النصر المفوت فين المباراة كان على الساد القاهرة واتحاد القرى على صفحاته الرسمية كان قاله الساد القاهرة فجأة قالك لا هتلعبه في اسكندرية أي وإيه مبررك قالك هو كده المباراة تلعب في اسكندرية والمباراة أجلت طيب في نفس الوقت اللي علعب فيه مع المحلة يوم 18-12 المباراة المفروض هتتلعب على ملعب نادي غزل المحلة غزل المحلة ماخدش وقتها الموافقات الأمنية لإقامة المباراة على ملعبه فرح اتحاد القرى قالك ايه قالك لا المحلة معرفش ياخد الموافقات الأمنية فلا المباراة المفروض اللي نادي هو اللي يجيب الموافقات الأمنية طيب مما جي الأهلي لعب الزمالك في الدور التاني الأهلي طالب يلعب المباراة على ملعب الأهلي والسلام قلت له انت ساعتها ايه اتحاد القرى وقتها رد ازاي على الأهلي دي فكرة بقى ايه تأجيل المباراة ولعب المباراة والكلام ده كله مطش الأهلي والمصري كان 27-4 المطش محطوط في الجدول على استاد اسكندرية بعد كده راحت استاد برج العرب بعد كده لأتتلاقي في ملعب الجيش بالسويس هو فيه دوري بيتنظم بالشكل ده مطش الأهلي وديجلة ومطش الأهلي وسيراميكا 18-5 و 25-5 حاططتلي 18-5 ما بين زياب و اياب ساندونز وحاططلي 25-5 مع سيراميكا كليوباترا وانا رايح ألعب سوبر افريقي مع نهدت بركان في الدوحة يوم 28-5 ومسافر 25-5 ما انت في اتحاد القرى عندك خطاب من الكافن الاهلي يسافر 25-5 عشان يقضع للفقاعة الطبية في الدوحة قبل مباراة ب 72 ساعة تحط له مباراة 25-5 ازاي؟ يعني انت وانت بتحط الجدول الاهلي على العرب النهاردة مع سيراميك 25-5 لما انت عندك جواب من الكافن اللي قالهم يسافر 25-5 فيعني الكلام كله كان غلط وترحيل المباراة عشان يجبرك تلعب المباراة دي بدون لعبة المنتخب الأولمبي فهو عارف بيعمل ايه؟ هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه؟ فالمشكلة مش في النظام او الطريقة هو عارف هو بيعمل ايه؟ فضغط مباراة تغيير موعيد مباراة بدون اي بداء اسباب تحكيم واخطاء تحكمية وقلنا معايير كثيرة جدا ما فيش اي فايدر الدور ده لو كانت فيها عدلة تحكمية زي ما بيحصل حاليا في البطولات الافريقية كان الاهلي فاس بالبطولة لا يعقل هات لكده واحد عائل يلاقي فرقة في شهر 11 وفي شهر 8 وفي شهر 7 واخد اتنين دور ابطال افريقيا وتقول لي يخسر دور مصري استحالة يعني فرقة مسيطرة على افريقيا في 10 شهور واخد اتنين دور واخد سوبر افريقي وتخسر دور مصري والمنافس اللي واخد الدور المصري خارج من دور المجموعات في المركز التالت بتامن نقطة ولا سبع نقط فين العدالة اللي في الدور الحاجة الاخيرة قبل ما اطلع الفاصل فاكرين الدور التسعة وتسعين فاكرين لما الاهلي بعت لاتحاد القورة 3 اربع خطوات بيطالب بتنفيذ الليحة في دور التسعة وتسعين وان اتحاد القورة تعد على لوائح المسابقة وعمل تجاوز واضح في نزاهة وسلامة اي مسابقة وقتها ايه اللي حصل قال لك اصلا دورة انشطية ليه عايز يقول دورة انشطية عشان يخلع من فكرة انه خلى لعيبة الفري المنافس تلعى مباراة في الدوري وهي ما استنفذتش لقاف بتاعها في دور التسعة وتسعين فهو هنا خلاص بقى عمل مشكلة فلازم الفري المنافس تخص منه نقط حتى لو اتحاد القورة بعت له جواب غلط لان نفس الازمة دي في مباراة للدجلة دلوقتي وفي قضية وطلت نقط بسبب من نفس الموضوع واتحاد القورة كان بعت جواب غلط فلو دور التسعة وتسعين في مشكلة ضغط المباريات واضح التعديلات بدون اي معيار اخطاء تحكمية ودور غريب جدا للاجمة الحكام وانا على المستوى المهني والعملي انا شايف اتحاد القورة ما عندهش لجان لا فيه لجنة حكام ولا فيه لجنة مسابقات يا رجل يا طيب ده انت لما بعدت للنادي الاهلي بتقول له تحويل سيد عبدالحفظ للتحقيق بقرار من ادارة المسابقات انت حتى مش مراجع لائحة النظام الاساسي عندك صح لائحة النظام الاساسي بتقولك الجهات التي لها الحق في تحويل اي عنص من عناصر المنظومة للتحقيق هي اللي جان لجنة مسابقات لجنة انضباط لكن بعيدت لواري بتقول لي ادارة المسابقات هتحول مدير الكرة للتحقيق ده انت مش مراجع لائحة النظام الاساسي ده انت حتى كل قراراتك مخالفة للوايح انت قدت عايز تبعث اسم فريل البطولة الافريقية وهو وصيف الموسم الماضي مخالفة للمعايير الكاف قالك ايه اللي انت بتقوله ده ابعتلي المعايير بتاعتك والالاربع بتوع الدور المصري انتو شغالين غلط الكاف لما اشتغل صح شفنا النظام بقى ماشي ازاي بطل افريقيا نازل قرن لما كان بيتعرض لظلم تحكيمي فاسبأ اخر اتنين دورة ابطال افريقيا بناخد الظلم اللي كان في موجود في الكاف بنرجعه انطبعه في الدور المصري واحنا بنعدل نفسنا وبنزبط الدنيا الفترة الجاية ولا بنعمل ايه ماشي اخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد ونشوف برضو اخر التطورات ونتكلم على استعداد الاهل لمرحلة الجال النهاردة فيه تمامين بالنسبة للفترة القادمة اهلا بحضراتكم من جديد وجزء متعلق بقى بكيفية استعداد الاهل لمباراة المصري المباراة ان شاء الله يوم الجمعة القادمة والنهاردة ما كانش فيه راحة على طول الفريق استقنف تدريباته استعداد المباراة القادمة ضغط المباراة وتوالي المباراة لكن بالطبع الاهلي ان شاء الله يحضر للفترة اللي جاية الاهم من التقويت الحالي ازاي تحضر لبطولات الشهر اللي جاية اروح مبشرة لمقر النادي الاهلي بالجزيرة مع الزميل العزيزة كريم احمد مراسل قناة الاهلي عشان نتعرف منه عن الجديد اليوم داخل مقر النادي الاهلي في الجزيرة وملعب التيتش اخر الاخبار عندك كريم بعد احداث الامس والاستعداد للفترة القادمة كل التحيلك طبعا في البداية زميل العزيزة محمد سعيد برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان يعني كالعادة طبعا تلاحهم كبير وضغط كغير طبيعي بالنسبة لفريق النادي الاهلي الحقيقة الفترة اللي فاتت والفترة القادمة كمان لكن يا محمد طبعا في البداية عايزين نتكلم طبعا على اكتر من نقطة مهمة جدا انا عارف ان انت هتتكلم في هذا الامر على لابد ان احنا نكون مسندين بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي ادارة ممكن مجلس ادارة الاعضاء لان الحقيقة الضغطة كان كبير جدا ظلم التحكيم والامور دي طبعا شفناها وحضرناها وعشناها على فترات طويلة جدا خلال هذا الموسم الضغط كبير لعيبة النادي الاهلي دي لعيبة بتشحنش لعيبة ممكن عندها تفكير ذهني وبدني وعقلي وامور كثيرة جدا الضغطة كان كبير جدا الحقيقة الفترة اللي فاتت ومش عايزين ننسى محمد وجمهور النادي الاهلي كمان اكيد او عمره ما هينسى ان لعيبة النادي الاهلي دول الابطال ابطال افريقيا تالة عالم سوپر افريقي منتظرين كمان السوپر المحلي بطولة افريقيا تاني كل الامور دي ان شاء الله بازن الله طول ما الجمهور بيساند وبدعم وارا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ان شاء الله بازن الله نقدر نحضر للمرحلة القادمة مرحلة القادمة فيها تحديات كبيرة جدا لكن همنا دلوقتي ان احنا ننهي طولة الدور العام ما فيه معادها. خلاص نقدر نقول ممكن البقس فيه صعوبة شوية محمد. انت عارف طبعا امور تصعبت علينا شوية. الامل موجود لكن الامل ضعيف لكن يتبقى الامل ان شاء الله في الفترة اللي جاية. ان اللعيبة بازن الله تتطلع من هذه الكبوة تخش بدوافع جديدة ان شاء الله في خلال المرحلة القادمة. كريم كل محمد تدريب مباشرة استعدادة لمباراة المصري. بتفضل محمد. كل اللعيبة موجودة في المران. في حد غايب لقدر الله. والاستعدادة زي لمباراة المصري كمان. بالتأكيد طبعا يعني لسكننا نتكلم طبعا على التدريب النهاردة والاستعدادات الخاصة لمباراة المصري لكون في استاد الاسكندرية. عايز اكلمك على اكثر من اللعب النهاردة يمكن بنتطمم بقى كل جمهور النادي الالي عليهم للمرحلة القادمة على رأسه محمد شريف. محمد شريف الحقيقة يمكن نهاردة بياخد جزء بسيط من التدريبات. انا شافه في النهاردة فيه مربعات الكرة مع كل اللعيب. النادي الالي. فمنها الواضح ان شاء الله جهزية محمد شريف بكرة كمان نتطمن عليه في تدريبات الكرة في شكل كامل. ومنها ان شاء الله يوم المباراة. هل يكون محمد موجود فيها القائمة. كل الامور دي ان شاء الله تحسن غدا بمشيئة الله. عمر السلية بيعد من جديد. عاقب ان تالي ثلاثة انزاراته بيشارك بكل قوة بدر بنون الحياة كمان نتطمن عليه النهاردة. واضح تركيزه واضح جهزيته لطبية بجانب وليد سليمان. يمكن اللعيبة يمكن انا ذكرتها محمد طبعا كانت غايبة خلال مرحلة الماضية لكن متواجدة ان شاء الله مع فريق النادي الالي ومنها ان شاء الله ليه المباراة وبينضم منهم مصطفى شوبير. مصطفى شوبير يمكن كان عنده كادمة قوية فيه اصبع اليد لكن بيقدي تدريبات مميزة جدا الحياة مع علي لطفي والشناوي مع ميشيلي انا اكون مدرب الحراس. الجهزية موجودة بدنية وطبية لفريق النادي الالي وكل اللاعبين العائدين واتمنى ان شاء الله محمد بازن الله مباراة المصر يكون بدوافع كبيرة. الفوز بالنسبان اكيد يكون مهم جدا لكن بنتمنى بس ان اللاعبتنا يبقاش فيه تركيز في المباراة الماضية ومباراة قبل الماضية التركيز يكون في القادم والقادم يكون افضل ان شاء الله استعادة كل العناصر خلال الفترة اللي جاية. اخرج الافاصل وبعد الفاصل لسا مكملين بحضراتكم بقية فقرات برنامج التريند. اعلم بحضراتكم من جديد وفقرة التريند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بعد احداث مباراة الامس. نبدأ مع بعض الحساب الرسمي للأهرام على تويتر. محمد شريف يخضع لفحص طبي قبل مواجهة المصر. طب مننا على حالته وزمنا كريم احمد قال شارك في جزء من تدريبات القرى النهاردة في المران. الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك اتكلموا على الاهلي يجهز بدر بنون لمواجهة المصري يوم الجمعة. عودة بدر بنون عودة محمد شريف مهمة جدا لمرحلة الجاية. من النقاط الفنية اللي ممكن نركز عليها عشان نشوف برضو الاخطاء اللي عندنا ازاي نتلافاها ونعالجها الفترة الجاية. فكرة بعض الغيابات اثرت على النتائج في التوقيت الاخير. غياب محمد شريف غياب بدر بنون غياب عمر السلية في خط الوسط. مهم جدا نركز في التفاصيل دي. اه. بنتكلم على كل الظروف والاجواء الغير مباشرة اللي حصلت معنا. لكن برضو في تفاصيل عندنا في فريق الكورة. لو خدنا بنى من اللي حصل في الاسابيع الاخيرة والغيابات. نركز على فكرة التدعمات عشان نوراحل الجاية. لازم نحافظ على كل بطولة فوزنا بيها خلال الفترة الاخيرة. طيب نروح كمان لاخر حاجة معايا. الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك. نشروا موسيماني يطيح باربع لاعبين من تشكيل الاهل الاساسي امام المصر. هما بيتكلموا على فكرة ان اول التغييرات. طبعا العنوين الصحفية ممكن يكتب لك عنوان يشدك عشان تقرأ تشوف التفاصيل. لكن هي الفكرة ان عمر السلية راجع بعد الانزار التالت فيكون غالبا على اي من اللاعبين سواء اليد يانجة او حتى حمد فتحي. عودة بدر بنون ممكن تكون في تشكيل الاساسي خط الدفاع. برضو اي ام ياسر اي ام عيمن اشرف اي ام رامي ربيعة. عودة محمد شريف ممكن على حساب والتر بوليا. هي فكرة عودة المصابين والغائبين ازاي ممكن الاهل يستفيد بيها في مباراة المصري القادمة في الدوري العام. شكل عام ده المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا بخصوص الاهلي. لكن اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف اخر فقراتنا في برنامج التريند. اهلا بحضراتكم من جديد والتريند العالمي النهاردة عندي جزئتين مهمين جدا في التريند العالمي متعلقين بالنجم المصري محمد صلاح. تريند العالمي الحساب انفيلد ووتش على تويتر بيتكلموا على فكرة ان ادارة ليفربول واسقة من تجديد عقد محمد صلاح. في ظل طبعا ان عقد صلاح هينتهي في نهاية هذا الموسم لكن هما بيقولوا هيحاولوا ينجزوا هذا الامر ويجددوا العقد مع محمد صلاح خلال هذا الشهر. مهم جدا فكرة ان صلاح يكمل مع ليفربول. هي رغبة مباشرة من ادارة نادي ليفربول لكن صلاح بيفكر ازاي اكيد كل ما بياخر كل ما بتكون عنده الاطرحات والافقار واسعة بالنسبة لاستمرار الموسم القاضي. طيب معنا كمان حساب اه بي ال وورلد على تويتر اللي بيقول ان ارسنال بيقترب من حسم صفقة اوتجارد من ريال مدريد مقابل تلاتين مليون اه يورو. صفقة مهمة جدا بالتأكيد ده ارسنال اذا قدر يحسمها هتفرق معاه في الفترة القادمة بالنسبة للدوري الانجليزي. طيب ده الجزء المتعلق بالترند العالمي. نروح لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة. رأيكم في اداء التحكيم خلال هذا الموسم. عبدالرحمن الاهلاوي بيقول ضعيف جدا 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 مع النادي الاهل فقط. اما مع باقي الاندية فهو رائع. زي ما قلت لكم هو الشك دايما بيفسر لصالح المنافس. والفري بقى يراجع. طيب علي صبر بيقول اداء متواضع. في تعمد ان الاهل يخسر الدوري. وهذا سوف يحدث طالما انه لا يوجد اتحاد كورة ولا ربطة اندية. اهلاوي وافتاها. بالمناسبة كلام علي قال نقطة مهمة جدا. طالما ما عندكش اتحاد كورة. لا يكون عندك لجنة مصابقات. ولا يكون عندك لجنة حكام مستقلة. ولا لجنة حكام محترفة. ولا ادارة شؤون لعبين. ما عندكش حد. ما فيش لجنة اندباط. لجنة نفسها تشلت بعد قزمة التاسعة وتسعين. ما فيش لجان. ما فيش ادارة. ما فيش مجلس ادارة. فلازم تبقى في العشوائية اللي انت شايفها دلوقتي. محمود ابو الغول بيقول اداء وحش للغاية. كل الناس متفق يا جماعة يعني اصل الصورة واضحة. يعني الخطأ التحكيم الصورة فيه واضحة. لكن انا بالنسبة للمعيار. خطأ تحكيمي ومعيار اختيار الحاكم نفسه. زيادة حمد بيقول سيء جدا. هم عايزين يخسروا الاهل الدوري من اول المسم. الدوري مطبوخ من اول المسم. الفار معمول عشان يغيق اهداف الاهل. والفار يظهر ضد الاهل. بس مع الاهل لدوري سمك لبن تمر هندي. منافس الاهل في الدوري التحكيم مش. طيب. هي وجهات نظر في النهاية لزياد. طريق اي من بيقول اداء سيء. حسب يالله ونعم الوكيل عايزين يهدو الدوري للمنافس باي طريقة. طيب. الجمهور بيتفرج وشايف والقرى واضحة. عصد المشكلة ان تقنية الفيديو تلوية موجودة. فالموضوع يبقى واضح للجميع. انا بقى المشكلة اللي ههواجهها الفترة الجاية مباراة كاسب مصر. كاسب مصر لغاية مرحلة الدور نصف النهاية او النهاية بدون تقنية الفيديو. ايه اللي هيحصل الفترة الجاية? الله هو اعلم. خدوا بالكم قبل ما اختم. وممكن تحصل. القيد لما تفتح يوم تلاتين. تلاتين تمانية مش سبعة وعشرين او تمانية وعشرين لهدف. هنعرف ايه الهدف خلال الايام الجاية. لو تلعبت مباراة امبي مع كاسب في كاسب مصر مع الاهلي يوم تسعة وعشرين او يوم تلاتين قبل الاجندة الدولية. يبقى عشان كده القيد كان يوم تلاتين. لان في حد كان قال لك والمنافس هيلعب دول الستاشر بالصفقات الجديدة. لا انا زي زيه. فاذا كاس مباراة امبي هتتلعب بعد الاجندة. اوكي. يبقى هو كان انا عايز يقل الموعد القيد التسعة ايام ولا عشر ايام الاولانين دول. لكن لو ماتش امبي في الكاس اتلعب قبل يوم تلاتين او يوم تلاتين قبل تجمع المنتخب. اعتقدها تبقى الصورة واضحة جدا جدا جدا. كل امور واضحة بالنسبة لكل السادة المشاهدين. باشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة. وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمة في الاسبوع القادم من برنامج جيل تريند. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة